بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم عزيزي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر السكرتاريا والإدارة المكتبية نستكمل حديثنا وإياكم عن تنظيم الاجتماعات في درس السابق ذكرنا عدة نقاط فيما تعلق في تنظيم الاجتماع ذكرنا أنواع الاجتماعات وذكرنا مصطلحات خاصة بالاجتماع وذكرنا مهام السكرتير وواجباته وقبل ذلك تعرفنا على مفهوم الاجتماع ذكرنا مجتماعه اجتماع أكثر من شخص في مكان محدد في وقت محدد لأهداف مشتركة وذكرنا هناك أنواع متعدة من اجتماعاته اجتماعات الدورية ماذا نقصد باجتماع دوري؟ إذن كل فترة قد يكون يومي قد يكون اسبوعي قد يكون سنوي شهري بناء على اتفاقية أو بناء على نظام المنظمة أو الشركة ذكرنا هناك اجتماعات قد تكون على مستوى الإقليم على مستوى الدولي هناك اجتماعات قد تكون سرية بمعنى لا تعلن عن نتائجها أو عن محاورها أو جدول أعمالها بحيث أنها تتسم بطابع السرية وهناك أيضا اجتماعات تتعلق في اجتماع المدرات التنفيذيين مثلا في المنظمات أو اجتماعات خاصة مثلا قسم معين وبالتالي هذا قد يكون أيضا لديه اجتماع طاري وهذا يتعامل مع المشكلات والمواقف الطارية ذكرنا مصطلحات خاصة في اجتماع ذكرنا التصويت ذكرنا هناك التصويت بالأغلبية بالإجماع أو التصويت بالأغلبية المطلقة ذكرنا كلها أنواع من التصويت وذكرنا النظام الداخلي للمنظمة هو من يحدد عملية التصويت أو طرق التصويت ذكرنا أيضا هناك رئيس الاجتماع قد يحدده النظام أو يحدده الأعضاء وذكرنا أيضا السكرتير للاجتماع قد يحدد بالنظام وأيضا قد يحدده الأعضاء أو رئيس الاجتماع أخيرا ستحدثنا أن السكرتير هو من يعد الدعوة جدول الأعمال ويقوم بالتواصل مع الأشخاص ويكتب محظر قد يكون من مهامه كتابة محظر الاجتماع نستكمل الحديث سنتناول بإذن الله أهم القدرات والمهارات اللازمة لتنظيم الاجتماع وذا ما ذكرنا في الدرس السابق سنتحدث عن مهام السكرتير واجباته قبل الاجتماع وأثناء وبعد الاجتماع نبدأ بقبل الاجتماع إذن قبل أن نعد الاجتماع أو يعقد الاجتماع بالتأكيد هناك عمل ما يسمى بخلف الكواليس ما يتم قبل أن يتم أو يعقد الاجتماع أو يأتي المشاركين إذن السكرتير أو قد يكون السكرتارية إذا كان الاجتماع يتعلق في المنظمة ككل قد يعمل فريق من السكرتارية في تجهيز هذا الاجتماع إذن قبل الاجتماع أولا حجز القاعة التي تقرر فيها الاجتماع إذا كان الأمر يتعلق في قاعة داخلية أو خارج المنظمة إذن كما ذكرنا قد يكون عدد كبير وبالتالي نحتاج إلى قاعة أو استئجار قاعة إذن السكرتير هو من يقوم بهذا الاجتماع هو أو مجموعة من السكرتير كما ذكرنا القيام بالإجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة لمشاركين في الاجتماع لحضوره إذن تجهز الدعوة التي تناولناها في الدرس السابق وأخذنا فكرة إذن هو من يقوم بتوجيهها للمشاركين بناء بالتأكيد على التعليمات التي تم منحه إياها مثلا من الأشخاص الذين يفضل حضورهم أو يجب حضورهم إعداد كافة الملفات المتعلقة بمواضيع الاجتماع المدرجة في جدو الأعمال إذا كان الجدو يتعلق في المبيعات في التقارير إذن السكرتير يحضر هذه الملفات التي يحتاجها الأشخاص المشاركين وخصوصا إذا كان مرافق أو سكرتير لمدير لابد أن يجهز كل ما يحتاج المدير من تعليمات أو معلومات أيضا قبل أن يبدأ الاجتماع قبل يوم أو قبل فترة معينة يذكر المشاركين بالاجتماع بالوقت والمكان لكي مع ضغط العمل قد ينسى الأشخاص وبالتالي مهم جدا أن يقوم السكرتير بتلكير المشاركين أيضا التأكد من نظافة القاعة التي سيعقد فيها اجتماع ليس من المفضل أو ليس من أبجديات تنظيم الاجتماعات أن ندخل قاعة غير مرتبة غير مرضمة وبالتالي أو غير نظيفة لذلك السكرتير يتأكد من النظافة مع الأشخاص المسؤولين عن نظافة القاعة أيضا قبل الاجتماع يجهز القاعة بالأدوات المساعدة مثلا يحتاج إلى أدوات كتابية صور رسومات أجهزة شاشات قد يكون أجهزة حاسب قد يكون أدوات للترجمة إذا كان كما ذكرنا سابقا قد يحضر اجتماع أشخاص لا يتحدثون بنفس اللغة وبالتالي إذن نحتاج إلى أدوات ترجمة أو أجهزة ترجمة تصميم توزيع المقاعد في قاعة الاجتماع إذن أين يجلس الأعضاء قد يحدد لكل شخص بناء على المنصب الوظيفي أو بناء على ترتيب معين إذن يتم تصميم توزيع المقاعد مثلا بناء على عدد الحضور وأيضا المناصب الوظيفية أيضا يضع اسم المشترك أو في الاجتماع أمام المكان الذي سيجلس فيه إذن سيضع الاسم أمام المقعد الذي سيقعد فيه هذا الشخص المشارك أو الأعضاء في الاجتماع وبالتالي يعرف كل شخص أين موقعه في الاجتماع أيضا التأكد من أجهزة التكييف في القاعة أنها تعمل بشكل جيد إذن قد الاجتماع يطول وبالتالي أو قد يكون أجواء حارة أو باردة إذن لابد أن نتأكد من مناسبة التكييف في الاجتماع ونلاحظ أن السكرتير هو ينسق ليس بالضرورة أن يكون متخصص أو يعرف في الأجهزة هو بدوره أنه ينجح العمل الإداري إذن لابد أن يكون لديه التصور ودي القدرة على التعامل مع هذه الموقع وضع أوراق وأقلام لكتابة على الطاول أمام كل مقعد إذن نحتاج إلى كتابة النقاط للحديث حول أمر معين أو لكتابة نقاط مهمة في الاجتماع إذن لابد أن يكون لدينا أوراق أو أقلام بالتالي نوفرها لكي لا نأخذ وقت في أثناء الاجتماع ونتأكد من وجودها أيضا إعداد سجل للحضور تأمين الماء والمرطبات والأكواب وأيضا المنافذ أو الأدوات النظافة أو غيرها كالمناديل وغيرها لسق ورقة على باب الاجتماع وقعد الاجتماع مثلا مكتب على الاجتماع الرجاء عدم نزعاج وهذا قد يكون موجود مباشرة في القاعات المخصصة للاجتماع أيضا إعطاء التعليمات بعدم تحويل الاتصالات إذن الموظف الذي يجتمع أو الموظفين قد يكون لديهم اتصالات أو لديهم تواصل مع جهات أخرى وبالتالي يفضل أن لا يكون هناك قطع الاجتماع بسبب اتصال لذلك يفضل إعطاء التعليمات أثناء عقد الاجتماع وإلا عند بعض الضروريات القصوى التي تسمح بمثلا تحويل الاتصال نأتي إلى مهام أثناء الاجتماع نحن انتهينا ما قبل الاجتماع الآن نأتي إلى أثناء الاجتماع ماذا يجب على السكرتير أن يقوم به تدوين اسم كل شخص حضر اجتماع ووظيفته إذن يدون من الذي حضر وما هو منصبه الوظيفي أو مسمىه الوظيفي أيضا تدوين اسمه أشخاص الذين تغيبوا عن الحضور قد يكون لديهم أعضار وبالتالي يدون أيضا حتى هذه الأعضار مثلا بسبب اجتماع مع عميل اجتماع مع أو بسبب مرض أو بسبب أي إن كانوا سفر أو سفر لرحلة عمل إذن يكتب لماذا لم يحضر حينما نعود بعد فترة إلى الأشخاص الذين نحضروا يكون لدينا تصور لماذا لم يحضر مثل رئيس القسم المبيعات أو الموارد البشرية أو أي إن كان وبالتالي نختصر الأمر بكتابة العذر لكي نعود لها في وقت الحاجة توزيع كافة المستندات والوثاق اللازع مشاركيا نحن ذكرنا قبل اجتماع السكرتير يجهزها هذه المستندات والآن في أثناء اجتماع يوزعها وقد يضعها مباشرة أمام المقاعد في حال توفرها قبل اجتماع ليستخدموها في المناقشة حول المواضيع التي تم اجتماع من أجلها أيضا الاستماع جيدا إلى ما يجري من مناقشات من الأعضاء إذن ويدون لكي يسجلها بشكل سليم نحن ذكرنا قد يكون السكرتير هو من يكتب المحضر وبالتالي لا بد أن يكون له استماع جيد وتدوين جيد حول النقاش الذي يتم في الاجتماع أيضا تدوين هذا الوقاع باختصار لا يخل باكتمال الموضوع معنى يكون لديه القدرة على الكتابة والمهارات الكتابية في تدوين الاجتماع بحيث لا يختصر أكثر مما يجب بالتالي يخل بالقرار أو بالهدف أيضا الإشراف على تقديم الضيافة أثناء فترة الراحة إذن قد يكون هناك اجتماع طويل وبالتالي قد نتوقف لخمس دقائق عشر دقائق السكرتير يشرف على أن الضيافة حاضرة للأعضاء أيضا تسجيل كافة المقترحات التي قدمها المشاركين أو مشاركون خلال اجتماع إذن قد يقدم المشاركين بعض الملاحظات بعض الاختراحات حول اجتماع وتحديد أيضا إذا ما تم رفض هذه المقترحات أو اعتمادها أو تأجيلها إذن كان هناك اجماع أو تأييد لمقترح إذن يكتب أمامه أنه تم تأييده من قبل الحضور أو المشاركين إذا تم تأجيله يكتب أيضا أن هذه الفكرة تم تأجيلها أو تم اعتمادها وهكذا أيضا تدوين القرارات نحن اجتمعنا من أجل قرارات من أجل أمور قد يكون إصدرت قرار تعبيم حل مشكلة وبالتالي يكتبها حرفيا كما وردت خلال المناقشات لا يقوم بمثلا تعديلها أو تغييرها لأن بالتأكيد مسألة قانونية مهمة جدا أيضا بعد ذلك يقوم بتسجيل أسماء المشاركين الذين صوتوا مع أو ضد القرار أيضا ليحفظ الأمر نظاميا وأي قرار تم اتخاذه أو اقتراح تم تقديمه إذن يدونه وكذلك إذا كان هناك امتناع عن التصويت يدون الامتناع وإذا كان وفقا للنظام نحن ذكرنا قد يكون لكل منظمة نظام حول عملية التصويت كيف تتم وقد يكون هناك التصويت الإلكتروني وبالتالي تحفظ مباشرة دون حاجة مثلا لكتابتها من قبل السكرتير أيضا تدوين أسماء المشاركين الذين أوكلت إليهم المهمة أو القيام بمهام متعددة ومعينة بعد الاجتماع مثلا تم تكليف أحد الأعضاء بمراجعة مثلا جهات أخرى أو بكتابة أو مراجعة تقارير إذن يكتب المهمة وما هي ومن هو الشخص وتكون واضحة لأن الاجتماع قد يصدر عن تكليف بعض الأشخاص بالتحقق بالبحث لحل المشكلة وبالتالي السكرتير يدون هذا الأمر الآن ننتقل إلى بعد الاجتماع إذن انتهينا مرحلة الاجتماع وأيضا قد يكون هناك مهام لم تذكر في المقارنة ولكن بالتأكيد كل ما يتعلق في الأمور التنسيق العمل بين المشاركين هو من صميم عمل السكرتير بعد الاجتماع يرافق الضيوف الذين حضروا الاجتماع إلى مدخل مؤسسة قد يكون لدينا ضيوف من خارج المؤسسة وبالتالي يرافقهم إلى أن يخرجوا من المؤسسة عدم ترك أي ورقة على طاول الاجتماع بعد مغادرة الجميع قد يكون ترك ورقة يتسبب في مشاكل قد تكون أوراق قانونية أو وثائق سرية وبالتالي لا بد أن ينتأكد السكرتير أن لا توجد ورقة على أوراق على طاولة الاجتماعات بعد الانتهاء جمع الملفات والوثائق ومحظر الاجتماع وسجل الحضور وحفظها في مكان آمن إذن يضع كل ما تم من حوار من تبادل أوراق من ملفات من تعليقات سجل الحضور توقيعهم المحظر الذي تم اعداده في نهاية أيضا الاجتماع توقيعات الموظفين عليه التوصيات إذن يضعها في ملف وفي مكان آمن إذا أردنا الرجوع عليها تكون موجودة ومتوفرة أيضا يطلب من عمال أو مسؤولين عن نظافة بعد مغادرة الجميع العمل على تنظيف غرفة اجتماع وإعادتها كما كانت بحيث على أكمل وجه تكون أيضا جاهزة لاستخدام مرة أخرى من قبل أي قسم أو من أي مسؤول آخر أيضا بعد ذلك يقوم بكتابة محظر الاجتماع النهائي والحصول على توقيع رئيس الاجتماع بعد الاجتماعون قد يخرجون بتوصيات ويقومون عليه بعد ذلك يأتي رئيس الاجتماع مع السكرتير لصياغة الأمر النهائي وأيضا إرساله للأشخاص المعنيين بعد ذلك يأخذ توقيعاتهم على الصيغة النهائية وهذا نلاحظه مثلا في اجتماعات مثلا القمم العربية القمم الإسلامية يتم أيضا بنفس الطريقة قس على ذلك أيضا حتى في الشركات والمنظمات يتم بنفس الطريقة يقوم بإعداد المحظر النهائي للاجتماع وتوقيعات المشاركين فيه إعداد المراسلات التي تم اتفاق عليها خلال الاجتماع قد يتم اتفاق على أن يتم إرسال النتائج أو إرسال بعض المعلومات أو بعض النقاط وبالتالي السكرتير هو من يقوم بإعدادها إذا كان هناك اجتماع قادم واتفق العضاء على هذا الاجتماع إذن يتفقون وبالتالي من يقوم بتسجيله هو السكرتير تسجيل أي موعد قادم وذلك في مفكرته وفكرت أيضا رئيس الاجتماع وما في ذلك إذا كان تحديد لليوم والتاريخ والساعة إذن سيتم وضعه وهذا ما لاحظناه في محظر الاجتماع أن يتم وضع تاريخ الاجتماع القادم فتح ملف الاجتماع المقبل والبدء بإعداد جدول أعماله إذا تم اتفاق على تاريخ أو يوم إذن يبدأ بالتحضير للاجتماع القادم قد يكون قريب وقد يكون بعيد وبالتالي يضع احتياطات ويعود بنفس المهام بتذكير أشخاص الذين تم تكليفهم بالمسؤولية إذا كان تم في الاجتماع تكليف مثلا شخص ما أو موظف في عمل إذن يذكره كسكرتير بهذه المهام ويتابع عملية تنفيذ هذه المهام ويتواصل مع رئيسه حول التنفيذ ويتحقق أنه تم وفق ما تم في الاجتماع أو محضر الاجتماع إذن ملخص ما ذكرناه اليوم حدثنا عن مهام السكرتير قبل الاجتماع من تجهيز قاعة من تجهيز الأدوات من دعوة المشاركين كتابة الدعوة الاجتماع الجدول الأعمال وصولا إلى الاجتماع ترتيب المكان تبادل أوراق الاستماع والإنصات وكتابة محضر الاجتماع إذا كان يتعلق الأمر بتجهيز المرطبات وإدارة فترات الراحة كذلك ذكرنا مهام السكرتير بعد الاجتماع نتأكد أن العمل تم وفق محضر الاجتماع يتواصل مع أشخاص المكلفين بالمهام أيضا ينسق للموعد الجديد للاجتماع القادم يذكر المشاركين بتنصيات الاجتماع والمهام المسندة لهم أيضا يعمل على إعداد المراسلات التي تم الاتفاق عليها وأيضا احتياجات للمجتمعين أو المشاركين في الاجتماع إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة